السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الخميس 22 حزيران يونيو طبعا قمر اليوم موجود في برج الأسد في ساعات متأخرة بده يبدأ عنا خلو المسار طبعا رغم الإيجابيات إلا أنه في زوايا اليوم بتعطي بعض التنبيهات والسلبيات القمر اليوم موجود في منزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 5 و13 دقيقة من مساء اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات طبعا القمر بما أنه موجود في برج الأسد معناته اليوم بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحياتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول إشي رح نبدأ بالزوايا البطيئة أول زاوية زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين المريخ وطبعا هاي الزاوية تأثيراتها اليوم 24-6 بيسود شعور عام بالويام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات مع أحبائنا بتشجعنا على القيام بمبادرة معينة بتزيد من نشاطنا الجسدي والفكري تمنحنا المهارة اليدوية والدقة والسرعة في أداء الأعمال أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين الزحل هاي الزاوية طبعا تأثيراتها مستمرة من يوم 21-6 إلى يوم 6-7 طبعا ذروة هاي الزاوية يوم 29-6-1-42 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسؤولية تمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمتابرة والجدية والفضنة وبرضو الحسب الواجب طبعا هاي الزاوية برضو بتساعدنا على النجاح ببعض الأمور وخصوصا الأمور اللي إلها علاقة بالعقارات وإلها علاقة بالعمل وعلاقتنا مع الآباء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين نبتون هاي الزاوية طبعا تأثيراتها من يوم 11-6 إلى يوم 26-6 تجعل بعض الأشخاص يعيشوا في أوهم من نسج خيالهم بعيد عن الواقع من ميلا تتبع أحلامنا ومشاريع خيالية بأرضه بتجينا بأفكار هيك ممكن ما تكون على أرض الواقع بتعرف حياتنا بعض التعقيدات والفوضى والاضطراب برضو ممكن نميلا حل مشاكلنا باللجوء للكحوليات والأدوية والمخدرات وممكن نتعرض لبعض التوعوكات الصحية الغامضة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين المشتري وبين زحل هاي الزاوية تأثيراتها مستمرة ليوم 14-7 بالدعم من وضعنا المادي والمهني أو الاجتماعي ممكن نحصل على ترقية لمركز أكثر أهمية بتزيد من إحساسنا بالأمن برضو تعطينا نوع من أنواع السعادة المادية هاي فترة مناسبة للاستثمار واقتناء ملك عقاري وتأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لا إلا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين أورانوس هاي تأثيراتها مستمرة من يوم 17-6 ليوم 5-7 طبعا ذروتها يوم 26 ساعة 9 و22 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بيصير في عنا نوع من أنواع التردد والخوف من اتخاذ قرار حاسم في حياتنا برضو بتجعلنا غربي الأطوار وعنيفين ممكن تسببنا شقاقات عاطفية أو لدى البعض وممكن يشتكل بعض من تقلبات في المزاج الجنسي بين الضعف وعدم القدرة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم تأثيراتها وقوتها أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية طبعا إحنا ذكرناها يوم أمس لأنها هاي مستمرة أساسا من الآن موعد بث الحلقة ولغاية صباح يوم الخميس يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا طبعا هاي بتخلينا نشوف أو نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقته ممكن نثق بوعود غير واضحة أهم شيء أنه نتقبل اللي هي اقتراحات الغير لأنه إحنا ممكن أن هيك شوي عندنا يكون عندنا اقتراحات غير منطقية يجب أن نكون متيقضين في نافقاتنا نتجنب الإفراط بالأكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم أو الدخمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتراحة إيجابية بين القمر وبين الزهرة وبرضو هاي تأثيراتها من الآن ولغاية مساء يوم الخميس طبعا ذروة هاي الزاوية الساعة ثلاثة وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينتش من صباح اليوم الخميس بتعجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم تعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا بتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية طبعا ذروتها الساعة 12 و41 دقيقة ظهرا من ظهر اليوم الخميس طبعا تبدأ تأثيراتها من تقريبا منتصف الليل والأربع على الخميس وبتستمر حتى صباح يوم الجمعة تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكم بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد اللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب تجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء بتزيد من خيالنا تدفعنا لأقصى الحدود بالسلبية بتسببنا خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل جديد ونحاول أن نخلد للراحة من وقت لآخر هذا التحوي أو التحويل مضر جدا للصحة خصوصا الصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون ذروتها الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج من يوم الخميس ولكن تبدأ تأثيراتها من فجر يوم الخميس حتى صباح يوم الجمعة نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات للأعمال التجارية برضو بيصير في عنا ثقة بالنفس ومنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية ما بين القمر وما بين أورانوس وهي ذروتها الساعة 5 بعد العصر بتوقيت جرينيج من عصر اليوم الخميس ولكن تأثيراتها من فجر الخميس وحتى صباح يوم الجمعة تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثير أو التأثر عن دين غريبين الأطوار ممكن تعرضنا لتغييرات مفاجأة في الرأي أو في العواطف تدفعنا لعلاقات عابرة ممكن تعرضنا للفراق في بعض الأوقات بسبب تقلب المزاج أو العصبية المفاجئة بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار طبعا خلو المسار رح يبدأ الساعة 5 بعد العصر بتوقيت جرينيج أو مساء بتوقيت الشرق الأوسط وبيستمر لغاية صباح اليوم التالي اللي هو يوم الجمعة الساعة 10 و 34 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعديها لبرج العذراء يعني خلو مسار طويل ببدأ من عصر الخميس وبيستمر لصباح الجمعة هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل قلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعاً عندنا القلب، الشريان الأورطي، الدورة الدموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب، العمود الفقري، والظهر، والجانبان هدولة الأكثر حساسية طبعاً يوصف جراء العمليات الجراحية ما فيه أي مشاكل اليوم ولكن الأعضاء اللي ذكرناها ما بنصح بالعمليات الكبرى عمليات صغرى ما فيه أي مشكلة وخصوصاً أنه اليوم في زاوية مع المريخ تعطي نوع من أنواع الصعوبة فالعمليات الكبرى لهذه الأعضاء تحديداً ما بنصح فيها هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضاً يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضاً للقص العلاجي ولكنه لا يصلح لإزالة الشعر الزاد بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اللي هو الهلال الجديد عمره أربع أيام في تمام ساعة ستة ودقيقتين صباحاً بصير خمس أيام نسبة الإضاءة عشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم ثلاثة وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية الآن في ساعة المساء بصير سعيد بنسبة ستين في المية القمر في الأسد حتى يوم ثلاثة وعشرين ستة منتحس الآن بنسبة خمسة عشر في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة عشر في المية عطارة في الجوزاء حتى يوم 27 ست سعيد بنسبة 45% الآن في ساعات منتصف الليل بصير سعيد بنسبة 15% في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 10% الزهرة في الأسد حتى يوم 23 سبعة منتحس بنسبة 50% المريخ في الأسد حتى يوم 10 سبعة منتحس بنسبة 15% المريخ في الثاور حتى يوم 49 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 10% أورانس في الثاور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% طبعاً ياريت اللي سمع لهون ما ينسى يحط لايك أو كومنت أو اشتراك إذا مش مشترك بالقناة يدعمنا بكلمة حلوة حتى لو ذكر الله بيكون أفضل وأفضل أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم وتعتبر هاي فترة مثمرة إيجابية بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطعتك المبادرة لأنه بأي مجال لأن الظروف ملائمة لكل الأمور على المستوى العاطفي مستوى الترفيه مستوى الهويات مستوى التجميل مستوى المغازلة والمصالحة وتكرار المحاولات يعني الأجواء إيجابية على كل المستويات ولكن حاولوا إنكم ما تفرضوا سيطرتكم وسلطتكم على أحباكم وما تعصبوا برج الثور ابتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن تهتموا بمسألة عائلية طارئة ممكن تضطروا للاهتمام بتصليحات منزلية أو استئجار بيت أو صياني أو مناسبة أهمش إنه ما تفقدوا الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية الأهم إنه ما تعصب وما تفقد سيطرتك خصوصا داخل المنزل برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم نشاط عالي جدا تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع الإخوة والجيران وبتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصلوا على فرصة جديدة لتفسروا من خلالها مشاعركم أو مواقفكم وبرضو بتنشطوا بالتنقلات والاتصالات ولكن بتكونوا تحذروا أثناء الحركة من الإصابات وأثناء الحوارات والنقاشات من العصبية والحدية والإنفعالات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا ثقتكم بأنفسكم ما رح تكون عالي اليوم وبرضو اليوم هذا بيحمل فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعلجوا استحقاق مالي أهم شيء أنه ما تتسروا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل تطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء أنه ما داينوا حد فلوس اليوم وانتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع والمصاريف اللي ما إلها أي داعي يعني أو المغامرات المالية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم تبدأوا فترة أفضل من الأيام الماضية بتعدلكم نشاطكم المفقود ووسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي اليوم في انفراج وتقدم ملموس بعد أيام شوي كان فيها بعض الركود والصعوبات عليكم كنت تتحلوا بالحكمة وواقعية الأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر الأجواء جيدة ودعمة لألك ولكن تقلب المزاج والحدية في بعض الأوقات ممكن تخرب عليك كثير من الأمور برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية صباح يوم الجمعة فعشان هيك بسيطر التعب عليكم حاولوا تنظيم الأموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تدمروا من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس حاذروا من البدء بأي شيء جديد وما تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك وضاعف مجهودك اليوم ما في داعي لاتخاذ قرارات حاسمة والعصبية والمجازفات أيضا برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم تنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أو لقاء أصدقاء مثلا تقدروا تطلب المساعدة وما تترددوا بتقديم المساعدة بدوركم في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شيء أنه ما تبقى وحيد وحاول أنك تخرج للقاء الناس وحاول أنك ما تكون حساس وتتأثر من أي كلمة تقال من أحد المعارف أو الأصدقاء وما تتخذ قرارات بحقه برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وعلاقاتكم مع المسؤولين ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أنك تقدم أفضل ما عندك عشان يعني تحقق إنجاز أو ممكن تحرز تقدم مفاجئ أو ترقية ترفيع شكر تناء وبرضو في بعض الأوقات ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسؤولية أهم نقاط حاول قدر الإمكان اليوم ما تجازف وما تغامر وما تشوه سمعتك وبرضو تنتبه أثناء مسؤوليتك وخصوصا العائلية برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا بتنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب وممكن تشاركه في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب منها أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تلتقي بوجوه وأرى وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وممكن تعزز علاقاتك الاجتماعية والعائلية اليوم الأجواء مثمرة على جميع الأصعاد ولكن إذا كان عندك سفر أو تنقلات حاول قدر الإمكان أنك تنتبه أثناء حواراتك ونقاشاتك وامتحاناتك ما تتسرع بالإجابة أو بالحوار والنقاش برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة يعني من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة طبعا ما بناسبكم إطالة الخلاف والزعل حاولوا أنك تساروا على تقريب وجهات النظر باستطاعتكم إدارة المفاوضات بشكل جيد ولا بق وممكن تناقشوا موضوع بيتعلق بإرث أو موضوع مالي يعني بمعنى آخر اليوم التركيز كله على الأمور المالية المشتركة حاولوا قدر الإمكان ما تتخذوا قرارات وما تغامروا وما تجازفوا لأن الوضع ما رح يكون لصالحكم يجب الانتباه بشكل جيد بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني القمر ما زال موجود مقابلكم لغاية صباح يوم الجمعة فعشان هيك طاقتكم ضعيفة على مستوى الشراكة وعلاقاتكم وارتباطاتكم وعواطفكم ممتاز جدا ولكن على مستوى الطاقة طاقتكم ضعيفة فحاول أنه اليوم ما تنفعل حاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال ولا العصبية عالج كل التطورات بموضوعية وعصاب بردة وما تتسرع باتخاذ القرارات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك القمر صار في بيت العمل والصحة فعشان هيك بتكون تنتبهوا لعملكم وتنتبهوا برضو لغذاءكم وراحتكم وما تسمحوا للواجبات بالتزام ولا بالتراكم كونوا أكثر تنظيما أحسنوا إدارة الوقت اتجنبوا إثارة العدوات وإهمال وضعكم الصحي وخدوا قصة من الراحة وإهدئوا كونوا عند حسن الظن طبعا يا ريت اللي ما حط لايك يحط لايك اللي ما حط كومنت يحط كومنت اللي مش مشترك يشترك واللي بده يكبس على الكبسات يكبس على الكبسات واللي بده يدعي دعوة يدعي بده يذكر الله يذكر الله بده يصلي على محمد والمحمد يصلي وبارك الله فيكم وعليكم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة